عيس انفوك ولتحت يشدوك وناس تانية تشدك لفوق يعني انفوخوك ويبروزوك ويطبلولك ويتلونوا بلونك عايزينك تبقى نجم وتبقى قدوة تصدق نفسك تعيش الكدب يعني دي بقى مجموعة حاجات يعني انت مثلا في وقت ملاوات بحكم ان انت بقيت معروف او ناجح او الحاجات اللي هم بقلوها يعني من وجهة نظرهم فبشوفوا يقول لها جبا تيجي تقول رأيك في حاجة وتتعصى بقى يقول لك يعني فعش تقول لك انت قدوة معانا انتو كررت ان انا قدوة بس انا مش قدوة انا مش شايف ان انا قدوة انا زي واحد مشتغل دكتور اي واحد يعني في شغله عادي انا انسان يعني مش قدوة يعني وفكرة الفنان قدوة دي كررتنا في فنانين كتير اوي ومعانا هو فنان ده انسان عادي واحيانا بيبقى يخطي ويصيب يعني مش انسان ممكن يقع في حاجة ويبقى كويس في حاجة ويعتزر وعاد يعني ففكرة القدوة دي أنا الحمد لله تغلب تعالى أن أنا أعتبرت نفسي مش قدوة لحد فبقى إنسان على طبيعتي يعني أنا فاكر مرة وكنت في الشارع واحد كنت عامل بغنية مش عارف فيها رأيي يعني فواحد شتمني فأعتقد كان معي صديق قال لي فأنا راح بقى طبيعتي أنا راح أعزقه فصاحبي قال لي فاشت عمك أنت ايه كلمة public figure ولا مش عارف فأغلت له في ريحت كأغلت له معيش عدت شاكت شوية عدت بزبط عشرة ثواني مش هقدر ممتقايا طبعا إيه عامل أعتقد أصد لي كانت مهمة في حياتي لأن كان إما هروح كده إما هفضل يعني فحسيت إن أنا أكي أنا مش قدوة أنا ماليش في الجو ده بتاعك وده خلاص لو هي موضوكة مش عايزة أطلع في حتة يعني مش فرع معي بس دي مش شكل كده والتصنيف بقى يعني أنت بس يعني إحنا أولا ما طلعنا أنت عارف labeling أو بيسموه التصنيف يعني اللي هو ده العلبة هو كزا ده العلبة هو عمل إعلان كزا العلبة هو الصورة العلبة هو عيه حي كيف العلبة هو مني بتشعرف دايما في تصنيفات كده كتيرة ويخونوك أحيانا في حاجات في ناس تقول تعظم فيك والتنين مش حقيقي الحب الزيادة اللي هو نصف تحدي يقول لي حاجة حلوة أنا مستحيش الكلام الحلو ده وفي ناساته مستحيش الكلام الوحش في مساحة رمضية كبيرة طب عايز إيه؟ أقول لك عايز أنت بتحبش كلام حلو وفي نفس الوقت تعصب لما حدي بيبقى زلم لا أحب كلام حلو وأحب كلام الوحش أكتب أكتر بس في مساحة الرمضية يعني أنت مش عبي أدوس أنا مش خاين مثلا وأنا مش مناضل في نفس الوقت بس أنا حاجة في مساحة كبيرة في النص أنا بلعب فيها أنا إنسان أحيانا بخطئ وأصيب ثقافتك هتعلق أدي حاجات مكنش مدركة حاجات مش عارف إيه مع أنني مش فاكر يعني أن أنا في حاجة عملتها مثلا تعبني أو مش فخر بيا بس أصدي محد يقولي بحيبك بحيث أنا مستحقش ده لأنه هو بقالها بزيادة جدا يعني وفي نفس الوقت بيعنيها بيعنيها بس أنا عايز أقوله أنا ممكن شفني أحسن حاجة وممكن يبقى أحسن مني كتير ولأنا عارف نفسي عارف أفكاري مثلا بجيلي أفكار وحشة أنا بني آدم يعني وفي نفس الوقت عارف أن أنا موحد بيغلط فيها بالجامد مثلا أنا بيعني أبقى أعارف تبتصل لما رحنا بتبقى أعارف أوكي أنا مش داولة ده يعني عادي يعني مفكرش في الكلام ده أكتشل يعني الحمد لله لما 2019 مثلا ما عنديش موضوع السوشيال ميديا وأخش أشوفه كده بس أقدر أشوف أن يتحافظ على طبيعتك يعني متتغيرش الحاجات دي بتغيرك وبتخوفها كأكتش يعني يعني بخاف أم موضوع يعني حدي قلتك تغيرت لا يقولي أنت كلام حلو كتير بيخليك ممكن تصدق بالزبط والكلام الوحش برضو ممكن يخليك تصدق وتكرار نفسك فلتها تبقى أوكي أنا هشوف نفسي بعيني مقامل آخر ولا هشوف نفسي بعيني أم ما يشوفوني كده مش فرقة مع أيدا يحبيني يكرر أنا مش تغير أي حاجة في حياتي أنا أحترمهم كلهم يعني معرفش فهم ممكن في يوم تبقى يوري عليك حلو يوم يوري عليك بس أنا بشوفش الناس أن هما ناس دول الحاجة واحدة دول بشر وكل إنسان عنده حوف وأكتش أم حدي بيشتبني بقول ممكن الراجل ده بيمر بيوم صعب ظروفه صعب وعادي يعني مش بأخدها كده بس لو حدي تجاوز برد عليه واشتمه عادي يعني ما عنديش مشكلة دي يعني ما عنديش مشكلة أصلا أنه يوري على باقي الأدب يحبوني يكرهوني مش باعف عند الموضوع ده عندكش حسابات تعدش تحسب وما عنديش ده خالص لأن أنا متلصن بالعافية أنت حاولت حافظة عن نفسك كبنية ده أصلا الكلام ده مش وقت تكوني متلصن